قرارات بالجملة قرتها اللجنة المكلفة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماعها السادس اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لمسجدين بمنطقة مشرف والمنقف إضافة للموافقة على طلبات وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية بمنطقة الدوحة السكنية والعديد من المواقع لإنشاء محطات تحويل ثانوية في مناطق المنقف والرقة وضاحية فهد الأحمد كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون زراعة والثروة السمكية توسيعة حيازة زراعية بمنطقة الصلابية الزراعية إضافة لتخصيص مواقع بالوفرة لإقامة مزارع النموذجية وقسائم تربية خيول بمنطقة الوفرة الزراعية فيما اعترضت اللجنة على الكتاب المقدم من الشركة الصناعية لحماية البيئة بشأن مشروع معالجة النفايات الإنشائية والاستفادة منها بالنظام البي أو تي وختاما أكد الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصيعوي أن اللجنة المكلفة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي مستمرة في تسريع وطيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة وخصوصا الحكومية والتنموية والأهلية منها ليتلفزون المجلس رياض العبادي